كذلك في التشهد الأول في التشهد الأول هذه نفس الوضعية نفس الهيئة نفس الجلسة أفرشي الرجل اليسرى أجلس عليها ثم أنصب رجلي أو قدمي اليمنى بحيث أنني أمكن أصابع قدمية من الأرض عندي ما يسمى بمسألة التورك وهذه مسألة طبعاً في التشهد الأخير في كل صلاة رباعية أو ثلاثية فيها تشهدان طبعاً يكون هناك التورك التورك ما هو؟ له أكثر من صفة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الأولى أنني أدخل قدمي وساقي اليسرى تحت ساقي رجلي اليمنى بهذه الطريق لاحظتم هذه هي الصفة الأولى مع أن قدمي اليمنى منصوبة مستقبل بها القبلة بهذه الطريق الصفة الثانية أنني أمد رجلي قدمي ثنتينهما بهذه الطريق بحيث أنني أجعل ظاهر قدمي اليمنى على باطن قدمي اليسرى وهذه قد يحتاجها بعض الناس في صفة ثالثة جاءت في الصحيح وإن كان بعض العلماء يشذذ الرواية فيها وهي أن يجعل قدمه بين ساقه وفخذه اليمنى بهذه الطريق لاحظتم كيف يجعل قدمه هذه فيها كلام لأهل العلم لكن الغالب على الناس الآن هذه الطريقة أن يجعل أن يدخل قدمه وساقه اليسرى تحت ساقه اليمنى بهذه الطريقة بهذه الطريقة بارك الله فيه هذه سمى التورق وهو سنة سنة طبعا لمن استطاع بعض الناس ما يستطيع قد يكون مثلا سمين قد يكون عندها شاشة عظام قد يكون عندها مشاكل صحية أنا أتكلم على من هو قادر عليها